أهلا بحضراتكم من جديد كنا بنتكلم قبل الفاصل على التخطيط الاستراتيجي للنادي الآلي واهتمامه بقطاع الناشئين وأعتقد أنتم مستمتعين مع الكابتن أسامة حسني من خلال الأشبال بمتابعة سواء مباريات برنامج مهمة جدا برنامج بيستشرف المستقبل يعني تقدروا تشوفوا مستقبل الآلي أنا مستمتع والموهبين اللي فيه من خلال أسامة حسني وبرنامج الأشبال على ذاكرة قطاع الناشئين الحقيقة كابتن أحمد مجدي وهو واحد من أبناء قطاع الناشئين في النادي الآلي وكان خرج احترف في اليونان ورجع على الزمالك لكن له رأي في أداء قطاع الناشئين في الأهلي نشوف من أقوى قطاع الناشئين في الدولة الممتازة في رأيك بما أن أنت يعني بتاخد تجربة التدريب في قطاع الناشئين أعطاك النادي الآلي لأن النادي الآلي من سنين يعني أنا لعبت في ناشئين النادي الآلي فمن سنين النادي الآلي مهتم بالقطاع ومصاريف القطاع والمداربين كنا مثلا بنشتغل معنا في النادي القالي كنا معنا أسماء جبارة كانت مسكانة الفترة اللي كنت في النادي القالي كانت كابتن بادر أجاب كابتن محمد وهبة كابتن حمد المصري كابتن فاوز كوتي كابتن مجد طلبة كابتن محمود صالح كابتن عل عبد الرحمن كابتن عام يهوب كان كلهم نجوم فانت ما تأسستت أسست كويس وهو أحسن قطاع موجود حاليا كابتن أحمد مجدي طبعا كان في قطاع الناشئين وكان لعبا دوليا في المتخبات الناشئين وخرج بحيلة كده من الأستاذ أحمد سويلم أنه خاد جواب من نادي القالي أنه رايح معايشة بس كان جواب ينص أنه لا يمكن إبرام عقد بدون الرجوع للنادي القالي وكان ماضي عليه اللعب بهذا كلامه لكن وده اللي حفظ للأهل حقه لما راح واحترف بقرار أحادي لدينا ناخد منارة أستاذ بريم 400 ألف يورو لما رجع رجع على الزمالة فهو شهدته النهاردة هو بيشهد اللي شافه يعني مش بيجامل الأهلي بقدر ما هو بيعترف بأن هذا القطاع اللي شافه فيه والعناء اللي خده فيه بيتقول أنه أحسن قطاع ومازال ودي نقطة إيجابية مهمة بمناسبة قطاع الناشئين والعمل فيه بقى الحياة افتكرت حاجة الصديق العزيز محمد شبانك كان معاه من كم يوم الكابتن محمد عمارة ضيف محمد عمارة شخصية أنا يعني بحمله كل الود والحب من هو بيلعب وحد شخصية يعني الحمد لله أنه ربنا شافه من كانت وعكة صحية جديدة مر بيها الحمد لله أنه رجع بالسلامة لكن محمد عمارة عنده اتهام متكرر يحتاج منقشة حفاظا على محمد عمارة النموذج الرياضي وعلاقته بالنادي جماهيره وهو لو ملوهش هذه المكانة وهذا التأدير مش هنتكلم في الجزئية دي عمارة عنده تفسير دائم وثابت ومتكرر أنا ما بشتغلش في النادي الآلي لأنه لازلت بدفع فاتورة مسندتي للمهندس محمد طهل اكتب على اليوتيوب كده هتلاقي عمارة قال الكلمة دي جاء عشر مرات عشان كده جاءت المناسبة بمناسبة قطاع ناشيا ثم كرر الكابتن سامير قمونة نفس الفكرة أنا ليه ما بشتغلش في النادي الآلي طلع في حوار برضو مع احد الزملاء بيكرر أنا نفسي اعرف ليه ما بشتغلش في النادي الآلي طيب بالنسبة للكابتن محمد عمارة كان شغال في القطاع مش كده هو كان شغاله كابتن سامير كان شغال في القطاع لتنين لتنين اه اه أعتقد أن الكابتن عمارة كان مسؤول عن 95 وبعدين من قبل مجلس الكابتن يعني دي شغال من 2007 من قبل مهند المنص محمود طان ها كان شغال طبعا فلما جم قالوا عايزين نركز على الفرق وهو كان صاحب هذا الاختراح اللي ليها كاس عالم فقال الفرق الزوجي ليها كاس عالم الفرق الفردي ليها 95 فقالوا ندمج الفريتين مع بعض وكان راح دحياها مجموعة مهمة جدا من اللعيبة يعني وقتها مشوا من الاهلي مشوا من الاهلي وراح يقول بفرقة يجي تمن لعيبة بالكامل راحوا من أبرز الأسماء أعتقد أن كان منهم كهربا وأحمد رفعت كهربا كان أحمد رفعت أعتقد كده أرجو أن ما تكونش الزاكرة خانتني بس أتصور لأن أنا وقتها مستغرب جدا اللعيبة دي كلها كانت في المنتخب مصر النشئي اهه ازاي يمشوا ها وبعدين بقيت أتابع ألاقي كهربا هو هداب متخب مصر النشئي في المرحلة السينية دي لما حصل دمج الفريتين فريتو تلغط فهو كان متوقع أنها ترجع لكن أنا مش فاكر إذا كان في وقت المؤسس محمود طهر هو رجع ولا لا لأ هي الفكرة بس يا جماعة يعني أنا سألك سؤال أنت لما تقول كده لن تكون رجعت وستبعد لا هو يعني محمد عمارة لي أنا شخصيا كان حكا لي أنه وعد وقتها أنه هيمسك مدرب عامل الفريق الأول وممسكش هيمسك مدير القطاع للنشئي وقت المؤسس محمود طهر هل كان مهاجم محمود طهر بيحاسبه هو شخصيا بالضبط هو شخصيا حكا لي هذه التفاصيل لكن ما علينا هي الفكرة فينا كابتن محمد هو يعني مؤكد أنه النادي الأهلي مش هيقدر يستوعب كل ولاده في العمل بلزا مؤكد والعناصر النابغة منهم بتشتغل بره ومحمد عمارة واحد من اللي خاد تجربة احترافية كبيرة واحد لعب في الدور الألماني وكان له تجربة كبيرة يعني مؤهل للعمل مدير فن في أي مكان مش شرط الأهلي لأنه الأهلي سواء لعمارة أو لكمونة وليهم كل الاحترام مش هيقدر يستوعب كل ولاده وانا أظن كابتن سمير كمولة خرج لتجربة وسمير كان في القطاع وكان في القطاع وخرج جاله أعتقد نادي الرجاء يعني خرج لتجربة أكبر الرجاء المطروح فكرة أن أنا أخرج وارجع وقت ما أقدر أكون متاح وإلا يبقى الآلي مقصر في حقه طب ما هيبقى مقصر في حقه حد ماسك بالضبط يعني هيماشي حد عشان يجيبه واللي موجودين كلهم من ولاد النادي لاله ألاعبية فاللي يخرج ما يشتغلش بلاش هذه الروح السلبية شوية وهو كابتن سمير بالذات كان له تجربة نجيحة في قطاع النشئي الحقيقي بس خرج منها لتجربة أكبر طيب ثم أنه حتى اتدفع بحتة الانتخابات كلام يعني أنا نفسي حتى محمد عمارة يراجع حتة اللي كان مرشح نائب رئيس مع المهندس محمود طاهر المهندس مصافة فاهمة اللي ودلوقتي نائب رئيس شركة الأهل للكرة القدم يعني النادي الأهلي وإعمارة قدر كده ما عندوش هذه الزهنية في التعامل مع لعبي أو اختيار العناصر المناسبة للعمل المسألة مش كده خالص خاصة حاجة من الظلمة باش مهندس أن أنا أفضل باستمرار أفصر كل حاجة على هذا المنحة خاصة النادي الأهلي بيحول بين تدخل العاملين في النادي الأهلي في الاتخابات يعني أنت لو أنت عايز تأيد المهندس محمود طاهر ده نجيبك وقت الاتخابات ما أنت مش مسموح لك أنك أنت تنزل تأيد وأنت موجود جوى النادي الأهلي لا كابتن خطيب ولا كابتن محمود ولا كابتن حسن حمدي ولا كابتن صالح سليم ولا حد العاملين في تعليمات أن ينقوا بأنفسهم صحيح ده الطبيعة ده الطبيعة فأنا أتمنى سواء لكابتن محمد أمار أو كابتن سامير كامونة كل التوفيق ما هو اللي شغالين دول زميلهم فأتمنى أنه الروح داخل أبناء النادي الأهلي بين اللي بيشتغل وبين اللي ما بيشتغلش ما تبقاش كده خاصة أنك أنت تقدر بحكم ما اكتسبته من نادي الأهلي من خبراته ومن اسم ومن قيمة ومن تاريخ تقدر تنطلق شوف دلوقتي علي ماهر شوف علي ماهر مدير فني ما شاء الله عمل تجربة قد إيه في فيوتشار شوف واحد زي أحمد سامي في سموحة عمل إزاي قيس على سامي أمصان لما خرج حتى من نادي الأهلي راح صعد بفريق حرص الحدود للدور الممتاز ولما الأهلي احتاجوا ييجي رجل تاني كان رجل تالت كان رجل تالت أحمد أيوب نفس الحكاية كل ولاد النادي الأهلي اللي أخذوا تجارب وانطلقوا منها برا عماد النحاس واحد من أفضل المدربين في الدورة حاليا علي ماهر تقريبا مدرسة الكرة في النادي الأهلي الأكثر تمثيلا في مدرب الدورة المصر عدوهم كده كلهم مثل العناصر البرزة واللي نكحة جدا من ولاد النادي الأهلي فيقدر عمارة ويقدر كمونة ويقدر غيرهم كتير تكون له تجارب كتيرة بحكم خبراته وكفاءته واللي استفادوا من الأهلي كمان فيه نمازي كتيرة جدا مرانت ولما انتقلت خدت تجربة أكبر ما تقدرش ترجع تاني يعني أنت عندك كابتن قصامة عرابي عندك كابتن عنا ميهوب كابتن عدل عبد الرحمن مثلا خلينا في عدل عبد الرحمن ما كان ماسك فرقة التسعة وتسعين وبعدين ما راح ماسك سموحة كابتن عمر أنور ميسك يرجع باي يقولك ما رجعتنيش ليه ومعشان أعود ماينفعش صحيح في حد تاني موجود في هذا المكان ما هو برضو صاحب حق وموجود أي فهي الفكرة كلها أن نتمنى النادي الأهلي يبقى بيئة الناس ولاده كلهم لو يستطيع نتمنى الروح أنا بتكلم على الروح في التقدير وما بلاش نفسر كل حاجة بتفسير زي كده يعني لأنه طيب أنت تقدر تنجح يا رجل بكفاءتك وبخبراتك في أماكن كتيرة جدا والنادي الأهلي هيكون سعيد بدا وهيكون دعم لك حد نتمنى ده لمحمد عمره وشامير كامونة والكل أبناء الأهلي لأنه كلهم قدوا فترات طويلة وكلهم أخلصوا وكلهم اكتسبوا نجميتهم من خلال النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر